العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة يؤشر على قرب جلاء الحقيقة الكاملة بشأن أسباب تحطمها وسط صناء المصرية. التحقيقات المصرية الروسية المشتركة لتزال مستمرة بالتوازي مع عمليات جمع جثث الضحايا ومحاولة التعرف على هويتهم. وكانت الطائرة الروسية أقلعت من مطار شرم الشيخ عند الساعة الخامسة وواحد وخمسين دقيقة صباح السبت متوجهة إلى مدينة سان بوتروسبرغ الروسية. الطائرة من طراز إيربا 321 رحلة رقم 9268 كان على متنها 217 راكبا بينهم 17 طفلا إضافة إلى 7 من تاقمها. كل محاولات الاتصال بالطائرة باءت بالفشل بعد أقل من نصف ساعة على إقلاعها. الطائرة بطول نحو 44 مترا وهي ذات محركين يمكن أن تعمل عن طريق التبديل بينهما. وكانت الطائرة المنكوبة مسجلة تحت اسم E.I. ETJ وقد تم إنتاجها عام 1997 وتديرها شركة متروجات منذ عام 2012. أتمت هذه الطائرة 56 ألف ساعة طيران خلال 21 ألف رحلة جوية. الشارع المصري استفاق على عنوين صحف نعد بمجملها ضحايا الطائرة المنكوبة. وعبر مواطنون مصريون عن تعطفهم مع أهالي الضحايا وقلقهم في الوقت نفسه من تأثير هذا الحادث على حركة السياحة في مصر. طبعاً ما كنتش أتمنى أن الموضوع التالي يحصل في مصر. أولاً للشعب الروسي لأن الشعب الروسي ده الشعب صديق وغالي علينا. أما بالنسبة للوضع السياحي في مصر ما يتحملش أي حوادث زي كده. في ذلك الوضع السياحي برضو ما يتحملش برضو طبعاً أن حتى لو كان شيء قضاء وقدر برضو مصر مش متحمل أي حاجة منزل قريب. الصورة كانت أكثر مأسوية في روسيا حيث اقتضى مطار سام بوتروسبرغ بأهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة الذين بدلاً من استقبال أحبائهم العائدين من رحلة سياحية أضاء الشموع عن روحهم. ترجمة نانسي قنقر